اشتركوا في القناة هلأ نحكي عن الوزن الوزن طبعا انه باعتمد على عوامل كتيرة باعتمد على الضغط النفسي باعتمد على النوم باعتمد على الحركة باعتمد على الهرمونات باعتمد على كتلة الجسم وبيعتمد على العمر انا خليتها اخر واحدة عشان اوقف عندها يعني يؤسفني انه لما فيه ناس كتير بقولولي انا خلاص صرت فوق الاربعين ودايما بقولولي اخطائيين تغذية انه بقولولي انه انت خلاص صار عندك الحرق ضعيف يعني صعب انك انت تنزلي وزن وهذا الكلام يعني الاسف الشديد هو مش صحيح لانه يمكن في عندها مشكلة مثلا زي مقاومة الانسلين هادي انه ممكن انه تعطل انه هي وزنها ينزل بس مش العمر العمر في ناس طبعا انا هيا في كندا في ناس بستين وسبعين سنة وبيخسروا وزن يعني الاصد انا انه هو مش كل اشي يعني انه بحطوه بالعمر يعني طبعا ممكن فيه حدا بالعشرين وثلاتين سنة وممكن ان يكون عندهم مشاكل صحية وبالتالي هذا بيعطل عندهم اللي هو عملية الايد والنظام الغذائي يعني هو اذا الواحد يمشي على نظام غذائي وبيمشي على الرياضة وبيمشي على الصحة انه الشيء بتدل لوين بتوصل هنا انه احنا منقول انه فيه مشكلة فيها بس مش من العمر فما تخلوا حدا يقنعكم انه انت بالاربعين بالخمسين بالستين انه انت ممكن انه انت صعب يخسر الوزن اذا كنتي عم تلتزمي بالصحة والرياضة والنفسية لانه الضغط النفسي برضو ممكن يأثر على انه يعطل انه حرق الدهون فهاي نقطة كتير مهمة يعني ارجوكم سيدات ما تفكروا لانه فيه كتير نساءة طبعا انا ليش اعمل ريجيم طبعا انا ليش اسأل طبعا انا طالما انه الحرق عنده ضعيف النقطة التانية الوزن الوزن لما احنا نيجي احنا نعتمد على الميزان يعني انتو احنا منوزن نفسنا ككتلة يعني فالميزان مش هيقولك انت زدتي دهون هنا ولا هيقولك انت مثلا زدتي في مكان معين ايا كان هيقولك انت ككتلة كاملة من العظم من الاعضاء من حتى المياه في جسمك كله بعطيكي هذا الوزن طيب يعني انا ما بقتنع بالميزان لانه هو ممكن انه في ناس بصير عندهم ردود فعلية عكسية بتصير انه متضايقة طبعا انا ليش انا زاد كيلو طبعا ليش لانه الميزان خاصة اذا انت كنت كمان عم تعمل ريجيم ومعاها رياضة طب ما هي العضلات حتوزن يعني انه حتنزل دهون والعضلات رح توزن لذلك انا ما بقتنع بالميزان بقتنع اللي هو المأسات يعني انت حتى انت تعرفي فعلا ان انت اذا ضعفتي جيبي المتر وشوفي الخصر والحوض ويديكي وفخادك هنا انت بتكوني انت لو كل اسبوعين ثلاثة يعني مش كمان مش كل يوم يعني انت خليها على اساس انه تشوفي انه نزل وزنك او باللبس بالبنطلونات فعني مع الميزان هذا يعني فعلا ما بيعطيكي الا رقم بس ما بيوضح لك الرقم ممكن في ميزان ممكن ينباع بلافات دولارات اذا ماعيك فلوس تشتريه هذا الميزان حيقولك دهونك قديش حيقولك قديش عضمك وزنه حيقولك كل اعضائك وزنها بس انا اجمالا يعني الميزان هذا شي له من حياتكم لانه ما بيفيد غير انه ممكن اذا انت مرتاحة عليه ومبسوطة هذا شي تاني بس انا عن نفسي انه الافضل طريقة اللي هي اللبس او المتر النقطة اللي بعدها اللي هي العدد السعرات يعني هذي عدد السعرات يعني انا بستغرب انه لسه في ناس ماشي عليها هذي مدرسة قديمة كانت بالاول انه منطقيا يقولوا انه انت يخذي سعرات معينة واحرقي انه ادها اكتر منها علشان انه انت تخسر الوزن وكان ماشي الموضوع بس بعد فترة اكتشفوا الدكاترة وبعد الابحاث انه هذول الناس اللي عمالوا ماشيين على السعرات بعد السعرات وانحنا عم منحطهم على الرجيم قاسي هما بيخسروا فعلا بالاول بعدين بوقفوا بعدين بيبطل يصير عندهم الحرق لأسباب يعني انا حذكرها اول واحدة انه مثلا حطوكي على 1600 كالوريز وبتصير انت ماشي عليها ممكن اولها تنزلي وبعدين انت توقفي فبنزلوكي على 1300 وبرضو ممكن وبعدين تزيدي الرياضة هذا خطر جدا لانه اكتشفوا اولا انه هو انت بيصير عندك يعني انت بتصيري تحرقي هذا الرقم اللي هو عدد السعرات هاي بالتالي اذا زدت اي اكل يعني او مثلا خمسين سعرات او اي شي هذا ما بتحرق او 100 سعرات فلذلك لما برجعوا هما من الاول ما بيلاقوا انه هما خسروا وزن هذه واحدة منهم بعدين اكتشفوا انه هي بتخرب يعني الهرمونات بتعمل اضطرابات للهرمونات لان الهرمونات جسمنا احنا محتاج تغزية محتاج فيتامينات محتاج معادن هذي الوجبات اللي بياخدوها بعتمدوا صاروا على عدد السعرات وعد السعرات هذي ممكن تكون في تشيبز في بسكوت في قطعة خبزة فهذي صارت انه هما ينتبهوا انه هاي يعني عم بياكلوا الناس يعني بس لاجل عدد السعرات اللي بدهم اياها وعم بينسوا القيمة الغذائية للأكل صاروا عمال اي شي انه لا شعوري هذا زيرو كالوريز هذا خمسة هذا عشر يعدوا وباني ما عادوا يركزوا على القيمة الغذائية لهذه السعرات فبالتالي انه صار فيه الناس ادمان على انه بس العد وناس صارت تتعب من كتر العد وكمان بالاخر انه هي اكتشفوا انه هما لما بعطوهم خمس وجبات يعني حتى يمشوا على هاي السعرات برضو لها اسباب سلبية لانه هي بتدى تجيب مرض اللي هو مقاونة الانسلين والانسلين والكبد الدهني والامراض التانية لانه خمس وجبات لما عرفوا انه هذا الانسلين كل مرة في كل الوجبة بدهوا يطلع فما عاد في حرق دهون صار الانسلين على طول طالع من لقمة واحدة فهذه صارت تتعطل اللي هو انه خسارة الوزن انا عمل الفيديو عم قانونة الانسلين انت بحضر لكم اللينك لانه هو كل ما تاكلي الانسلين بيطلع وطالما طلع الانسلين يبقى ما في حرق فخمس وجبات هذه خاطئة جدا وكمان على الافطار يعني كان هذي يعني انه انا حتشرح لكم فيه برادايم يعني احنا بعقليتنا البرادايم عبارة عن معتقدات يعني خلص في اللا واعي احنا منمشي معاها يعني الناس افطار 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 يعني اكتشفت والحمد لله واخيرا انت قادرة انه مش ضروري تصحوا تفطروا يعني انا من عمري عشر اتناشر سنة ما بحب الافطار وعانيت كتير من الناس والاعتراضات لدرجة انه معتش اقول لحد بفطرش لانه طبعا انا حاسة انه كويسة وحاسة انه بقوم ومش جعانة والاخير يعني بسمع لجسمي وحتى لحديد هلأ بعمري يعني انا هلأ ما عم بفطر لغاية ما الحمد لله ايجا هلأ العلم الحديث عم بقوله اساسا انت مش مفروض تفطري ومش ضروري تفطري وما تقنعيش نفسك انه لازم لانه هاي قناعة هذي خاطئة من الافطار يعني انتي انتي بتاخدي طاقم من عند هيك من عند رب العالمين فلذلك هذي الافطار يعني الناس اللي لسه مقتنعة انه لازم افطر لازم افطر هايشي لها من من عقلك لانه احنا حتى في رمضان طب ما احنا برمضان نفطر على المغرب طب يعني لانه هو فانتي يعني قد ما تقدري انه ممكن تأخري مش تخديك قناعة انه لازم واذا ما اخدت زي ما بقوله دكاترا وانه انا حوقع ويغمى علي وانه انا بكون قصرت على صحتي فاكري بالاكل الصحي مش بموعيد الاكل لانه هذا برجع لكل واحد هذي نقطة كتير مهمة لذلك انا ضد انه هو الواحد يمشي على هذي عد السعرات لانه كل انسان بيختلف حركته حتى انتي نفسك يعني لو اجتمع كل الدكاترا وقالوا لك انه انتي لازم تخسري واثنين كيلو ثلاثة كيلو في الاسبوع يعني انا للاسل الشديد انه ما في حدف اي كبر دكتور يقولك انه قديش هتخسري انتي نفسك وانت نفسك مش رح تعرف قديش رح تخسر وزين لانه ممكن تخسري في اسبوع كيلو وممكن كمان اسبوع تخسر نس كيلو او ما تخسريش فالذلك هذا بيعتمد على كمان انتي عن نظام الهرمونات اللي بجسمك قديش انه هي متجاوبة انتي معاها بيعتمد على الانسلين بيعتمد على يعني الضغط النفسي فأيا كان انتي شوف انتي بنفسك رح تعرفي قديش انه لازم تاخدي بس التركيز يكون في العناصر الغذائية فيتامينات فورتينات كربوهدريت الصحية مش انه انا اعد اللي هو بس كالوريز لانه هاي اصبحت انه انا في اكلات غير صحية كتيرة وفيها زيرو كالوريز وهاي بتضر لانه كله يتابد تكون مواد صناعية وسامة فيه كمان اكلات يعني مثلا هلا انا شايفة الشوفان عم بيعملوله هذا القوتس انه هو تريند انه هو للرجيم للأسف الشديد هو انا مش عقوله صحي او مش صحي بس هو مش للرجيم الشوفان هذا مليان كربوهدريت كربوهدريت عالية اذا انتي عم بتعمل رجيم عشان تخسري وزن هذا الشوفان ما عم بيخليكي انك انت تنزلي وزن لانه الكربوهدريت الكربوهدريت اللي فيها عالية جدا يعني ممكن انه انت اذا عادي بس بك يعني ماشي وتحفظه على صحتك هذا الشي تاني وكمان الفاكهة يعني كانوا يعطوا انه مثلا انه دايما استبدال بين الاكل مثلا بلاش الشوكولاتة بلاش البسكوت خضي بلالها فاكهة كل فاكهة الفاكهة صحية فاكهة مزبوط الفاكهة فاكهة صحية لكن انه فيها برضو سكر الفروكتوز انا عملت فيديو كامل هحط اللينك تبعوه عن الفاكهة وضررها زيادتها لانه ممكن انه هذا الفروكتوز هذا اساسا الجسم ما بتعرف عليه فبيروح كاسم وهذا كمان بيأثر على الدماغ وبأثر كمان على هرمونات تانية بعطلها فلذلك انه ما تكتروا الفاكهة اذا بتكتروا فاكهة معناته انتوا هيك عم تطلعوا عشان هيك ما عم تنزلوا وزن وكمان تنتبهوا للمشروبات يعني فيه مشروبات الناس يعني عم تاخد زيرو كالوريز يعني وبعدين يعني بتقتنع انه خلص هذا عدل يعني انه انا طلعوا زيرو كالوريز طب انتوا تطلعوا فكروا معايا لما بيكون زيرو كالوريز وعشان وانت قادرة تبلعيه يعني مش مر معناته فيه مصائب فيه السموم فيه حقتها محليات يعني فيه اشياء يعني فيه هاي فروكتوز كورن سيراب هذا اللي هو سم من السموم هذا اللي هو سكر فروكتوز بيحطوا طبعا لما يشيلوا انه هادي اي شيء من 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 معناته انه عم بيحطوا بدالوا مواد اللي هي مصنعة عشان انت تقدر تبلعيه فانت الأفضل تاخد سكر يعني من انك تاخد الشيء زيرو كالوريز لانه هادي مصيبة كبيرة وسموم تدخل في الجسم وصعب انك انت وطبيعي طبعا ما احد يعني هذا بيأخر كمان نزول الوزن زي كمان نفس الاشي الناس اللي عم تطلع على الخال الدسم هاي مصيبة كاملة يعني انه خوفوا الناس الدهون دهون أصلا ما بتتخن وانا هقولكم ليش بس انه الناس عم بتركز انه سكم ملك سكم اي اكل كله سكم يعني شايلين منه الدهون طب انتو عم بتفيدوا المصانع يعني هو اصلا اطلعوا على اللبن الزبادي اللي هو الاسكم او على الحليب هتلاقوه كأنه مية ونقطة حليب يعني اوكي هتصدقوني انا لما براح سبور ماركت لقاتي الاسكم هذا الاسكم بس طلعوا انه فيه سكر اكتر من الكريم شفوا سكر اكتر من الكريم طبيعي لانه لما يشيلوا منها فوائد ويشيلوا منها اصلا الدهون اللي هي بتعطي الطعم اللذيذ فاكيد حيحطوا فيها برضو مواد سامة وبرضو مواد كيموية لذلك انتو ما تعتمدوا ناس بيجيب السرطان بيجيب مشاكل صحية انتو مش بس على نزول الوزن ما تعتمدوا على انه اكلكم يكون سكن بالعكس انتو لازم تاكلوا فات الوحدة قدتلي طب يعني ايش يعني الفات ما بتخن طبعا بتخن زياته لما يكون الفات لانه هو ما في سكر احنا قلنا انه الهرمون اللي بيخزن دهون في هرمونات كتير بس انه الهرمون الاساسي اللي هو الانسلين هذا بيخزن طب لما بيطلع كل مرة بيخزن دهون طب لما اكل انا قطعت زبدة مثلا هادي ما راح فيها يكون ولا سكر فما راح يستفز الانسلين فانا لسه جسمي في عملية حرق يعني لسه انا لما يطلع الانسلين هنا بيوقف الحرق فهذا هو اساسه اللي بتعود على انه اكله يكون صحي انه يكون فيه دهون طبيعية وبروتينات والخضار اللي هي الكارب في هادي الجسم بدخل في نظام اسمه metabolic flexibility metabolic flexibility اللي هي انه انا ممكن احرق هادي الدهون لانه اساسا لما انت تعطي جسمك انت على طبق من ذهب كل شوية كل ساعتين ثلاثة لقمة او مثلا حتى تقول لي فيه ناس يعني حتى لو لو ما يعني الانسلين بيطلع الانسلين لما يطلع والبنكرياس بتهد وهو يطلع في الانسلين وهو يطلع فيه فبالتالي انت شو بيصير اساسا جسمك يعني زكي جدا وما رح يروح يتعب نفسه ويحرق دهون طالما انت كل شوية عم تعطيه غزة يعني انت يروح عند ضيوف وعطوك قدمولك أكل حتقولوا انت عندي أكل في البيت يعني الجسم يعني اين طب بيصير يعود يروح للدهون ويبتدي يدوب فيها للخلايا الدهنية لما انت جوعي من السكريات من من الجلوكوز لما تخليه هو انه بيصير لحاله انه طب بنتي أنا غزة غزة بدي أنا أعطيه للخلايا غزة بدي أعطيكي طاقة فهو عشان يعطيكي طاقة بروح للدهون فبيضطر انه يروح يحرق الدهون بس طول ما انت عم تعطيه كل شوية لقم وكل شوية انه أكل مش رح يفكر ولا رح يروح للدهون ولا رح يتعب نفسه هذي قصتها عشان هيك الناس اللي ماشي على الكيتوجينيك عمالهم بيخسروا انه دهون والناس اللي عند الكيتوجينيك لازم لما يتركوا يروحوا على لانه ازا دخلوا في الجن تاني هيك انه رجعوا تاني يدخنوا فالقصد انه انتو شوفوا هذي النقاط كتير مهمة لازم انه تحطوها في بالكم لانه الدهون اقنعوكم هذي قناعة اللي هو الفرادام انه هي بتتخن للأسف الشديد هي ما بتتخن جسمنا الدهون هي اللي بتنظم الهرمونات الدهون احنا مخنى محتاجه فركزوا على النقاط المهمة واكسروا هذي القواعد اللي هما حطونا عليها على أساس انتي يساعدي نفسك لانه كله بالدماغ يعني كله انا بقامن انه احنا اللي عايشينه هو اللي بيحدد اذا انا لسه خايفة من الدهون لسه انه معتقد انه العدد سعرات احسن براحتك بس انا عم بقولك عشان هذا اذا انت لسه ما تخسر وزن بيبقى هو هذا سبب من الأسباب وبعدين الاسترس الاسترس هذا يعني هو لما الواحد احنا ربي سبحانه وتعالى عطانا هذا الكورتيزول عشان يسعفنا في مواقف وبعدين خلاص يرجع زي الأول بس الناس اللي عايش على عصبية دائما هدول بيخسروا انه ما بيقدروا ينزل وزنهم لانه بيصير هذا هرمون الكورتيزول شغال زي زي الانسلين لانه انت عشان انت تصير عندك الطاقة سريعة هذا الهرمون بيطلع سكر في الدم حتى انت تستعمليها لكن انت لما تضلك على طول في حرق الدم معصبية او انت معناته انه هذا كورتيزول شغال عم بيحط سكر في الدم وهذا سبب من الاسباب اللي هو بيصير يمنع حرق الدهون هذه كتير مهمة انه تحطوها ببالكم والنوم النوم ومش بس النوم النوم بالليل من ساعة 10 او 11 بالكتير لساعة 4 في ربي سبحانه وتعالى عمل ميكانيزم للجسم هذا الميكانيزم انه فيه تصليح العضاء فيه وقت لانه تنظيف الكبد كمان يعطي مجال حتى هرمون النمو هذا يطلع لانه هرمون النمو كمان له وظائف منها انه يخليك تحرق الدهون يعني انت هو اساسا الليل كمان انه فيه وقت حرق الدهون فاذا انت اخرتي هذي عمليات التنظيم ترتتنام ساعة واحدة تنتين انت عمليات كتير راح عليك عشان هيك الناس اللي هي بتنامش بالليل بتقوم جعانة بتقوم عندها شراها تتصلح فبالتالي انت هيك ممكن يكون سبب من اسباب النوم والنوم والعصبية هذي كليتهم برضو اسباب يمكن تكون غريبة بس هي كل اللي عم بحكي انا على فكرة كله داخل في الهرمونات يعني هذي المدرسة جديدة انه كل اشي بنعمله في حياتنا له اثر في الهرمونات الناس اللي هي روحي شوفي الدكتور يمكن يكون عندك مقاومة انسلين او كبدي دهني لانه ما بيين كبدي دهني الى بعد سنين مش الش الش يعني انا الناس اللي بتقول انا بدي شكلي بدي شكلي الاسف الشديد اللي بتركز على شكلها هي اكتر ناس اللي ممكن ما تخسر وزن لانك انت عم بتركز على شكلك اكتر ما بتركز على القيمة الغدائية اكتر ما بتركز على ان اكل اكل صحي اكتر ما بتركز ان انا اعمل رياضة فبالتالي انت ممكن تدخل في متاعات وهذه بتأثر يعني الشكل هو لحاله بيجي انت ربي خلقك بشكل معين يعني الكوربز وهذه يعني الطويلة القصيرة يعني في ناس عندهم من هون هذه صحية اكتر اللي ضعيفة والاملة شوية مش صحية باعتمد على باعتمد على اكلك يعني حتى الاضعاف هدول انه هنا بقلهم مصطلح اسمه طوفي اللي هي ممكن يكون عندهم في فات في الاحشاء اللي هو الفات ممكن يكون في دهون ثلاثية هذي اخطر كمان انه هي تكون موجودة في الدم وهاي ممكن تعمل جلطات ممكن تعمل في تصلب الشرايين ممكن انه تصير الدهون يعني موجودة في الشرايين بتزيد هذي يعني ممكن يعني بيأثر كتير وحتى ممكن تأثر على الغضة الدراقية وهذي كمان الغضة الدراقية اذا تخربت بتأثر على انه ما بيصير ينزل الوزن شوفوا ليش انه انا بقولكم الصحة عم تمشي على الرياضة عم تمشي على انتي الفيتامينات والركز على المعادن انتي يعني هذي صحتك كيف من كانت بس انه ركزوا على الصحة ما تركزوا على الشكل وفيه كمان نقطة اللي هي الفري داي الفري داي هذا الاسف الشديد انا هقول بس معلومة صغيرة لما انتي تعضي انتعب حالك وعم ماشي يجي طول وقت ويجي الفري داي تاكلك سموم او كمان اذا ركزتي انه كمان تكون او انه اللي هو انتي اذا اكلتي اشياء خبصتي في هذا اليوم هتدفعي ثمن بعدها اسابيع وزا اكلتي قطعة شكولاتة انتي بتخلي الخلايا الدهنية مفتوحة لمدة خمس ايام وبعدها شو ما اكلتي دخل فلما انه احنا الدكاترة او الاخصائية اللي يقولك في يوم فري للأسف الشديد يعني حتى يسعدوكم ويرضوكم انا ما براح اكذب عليكم بالدراسة هذي قالت ما في في يوم فري اليوم الفري هذا ممكن تدفعي ثمن وبعدها غالي وانتي بعدها انه تندمي بس لحتى اني انا اقولكم واللي بيتمدو على المحليات المحليات الصناعية اللي بيتمدو على انه انا اخذها هذي اولا زي ما برجع بقول دائما المين سيت اذا انت مقام انه لازم تبدلي السكر بحلويات صناعية السكر ضار بس هدول سموم يعني في فرق ما بين ضار وفرق ما بين سموم هدول سموم رح يأسروا عليك أسروا على الهرمونات ويأسروا على المخ ولانه اصلا المخ يعني هو في رابط ما بين الجهاز العصبي المركزي وما بين في الجهاز المعوي فهذه الروابط هاي بتوصل للرسائل فلما انتو تركزوا على تصير انت لسه عندك الرغبة ايه غير رغبة وثدقيني انت لما توقف السكريات كليتها من غير ما تاخدي بديل حتى انه هذي انت ما عملت ايجي اذا انت طلي تبدلي تبدلي مش كل اشي لازم نبدله اقطعي وراح تكون حتى صحتك بتتحسن هذي نصيحة رجلكم بس تحطوها في بالكم هذول اللي بيقولوا غير ستيفيا الوحيد بس حتى يعني انا عن نفسي حتى هو مش بعتمد عليه لانه لازم نعتمد بالميند انه احنا ماشينا على الصحة وما فيش داعي للسكرية يعني هذي لانه ميكانيزم فينا انه يهضم ويعمل للاكل الطبيعي وبس لكن اكل الصناعي بيروح كسموم منزيد سموم بجسمنا بتزيد الامراض بتزيد كل المصائب والعياذ والله والسرطانات وحتى حرام للاطفال سرعا بيكونوا عمرهم بس 7-8 سنين عندهم الكبد الدهني وعندهم امراض كتيرة عمرنا ما سمعناها على انت ما تخسري وزن ركزي على قيمة الغدائية ركزي على الصحة ركزي على الرياضة وانت هتضعفي اما العكس انت مش رح تضعفي لانك انت لما تركزي على انك تخسري وزن ما هيهمك ايش تاكلي واش انك تعملي فرجاء عن هذه نصيحتي لكم وزي عندكم اي سؤال الطولية وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليها النبط توضعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته